المتخبة الاثنى عشر المشاركة متواجدة بالجزائر بعضها حل منذ الثالث والعشرين أفريل الجاري ثمانية منتخبات خضعت لحد الآن لفحوصات تبية خمسة منها تنتظر نتائج التحليل فيما تم اكتشاف لعب غير مؤهل في منتخب الصومال ولعبين غير مؤهلين في منتخب نيجيريا إلى غاية الآن التنظيم محكم وجيد كوننا نستغل نفس التجهيزات والمنشآت المسخرة خلال منافسة شعن 2022 نفس الفنادق، نفس الملعب، نفس ملحقتها التدريب ليس هناك أي مشاكل الفرق تم استقبلها في أحسن الظروف ننتظر فقط انطلاق المنافسة الحكام متواجدون بالجزائر وهم بصدد خوضي تربص تقنية الفارس تستعمل بداية من الدور الربع النهائي بالنسبة لهذه السنة سيشارك تحكيم نسائي لإدارة المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر